بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي إليكم مع كابسولة قانونية جديدة تعجيل من الوقف عندنا أنواع من الوقف للدعوة وقف اتفاقي ووقف جزائي ووقف تعليقي الوقف الاتفاقي بيكون باتفاق أطراف الخصوم على أنهم يطلبوا وقف الدعوة لمدة 13 شهر حتى نص القانون في المادة 128 من قانون مرافعة المدنية قال كده أن يتفقوا على ألا تزيد مدة الوقف على 13 شهر ويكون التعجيل من الوقف في خلال الثمانة أيام التالية لانتهاء 13 شهر التعجيل يكون في خلال الثمانة أيام التالية وده محدد في نص المادة 128 من المرافعات المدنية أن يكون التعجيل في خلال ثمانة أيام من انتهاء المدة الوقف الاتفاقي وإلا اعتبر تارج دعواه ويبدأ سقوط حقه وإذا انتهى موعد التعجيل دون تعجيل نخش عن نوع التاني وهو التعجيل من الوقف الجزائي التعجيل من الوقف الجزائي التعجيل من الوقف الجزائي هو من اسم الوقف كده معروف وقف جزائي جزاء عقوبة المحكمة بتعقب فيها المدعي على عدم تنفيذ قرارها في أمر من الأمور الخاص بالدعوة أو سير الدعوة إعلان أو مستند طلبته المحكمة أو أي إجراء طلبته المحكمة ومنفذوش المدعي في الأجل الممنوح له من المحكمة يحق المحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرار بوقف الدعوة جزائيا لمدة تحددها المحكمة واللي يكون شهر يتم تعجيل الدعوة فيها بعد تنفيذ قرار المحكمة يتم تعجيل الدعوة فيها في خلال خمسة عشر يوما بعد انتهاء المدة اللي حددتها المحكمة للوقف الجزائي تنتهي المدة كاملة الأول نبتد نعد خمسة عشر يوم للتعجيل من الوقف وإلا أصبحت اعتبار الدعوة كأهلمتكم ده من نسبة للوقف الجزائي وطبعا الكلام ده كله اتكلمت عنه المادة تسعة وتسعين من قانون المرافعات المدنية ندخل للحالة بقى اللي بعدها الوقف التعليق والوقف التعليقي أيضا تناولته المادة تسعة وتسعين وشرحته ووضحته من اسمه برضو معروف كده تعليق تعليق يعني تعليق الفصل في الدعوة لسبب السبب ده بيكون ايه؟ بيكون الدعوة الماسلة الفصل فيها متوقف على دعوة تانية منظور منظورة فيدفع بالدفع ده ويتمسك به امام المحكمة احد الخصوم اللي من حقه او من مصلحته ان الدعوة تتوقف لحين الفصل في دعوة اخرى فتوضي المحكمة قرار بيقدم المستند اللي يفيد ان في دعوة اخرى الاول بيجيبش هدم الجدول او صورة اسمية منها او صورة اسمية من محضر الجلسة ويقدمها للمحكمة كمستند دليل على وجود دعوة اخرى مرتبطة بالدعوة المنظورة امام المحكمة بناء المستند المقدم في حفظته رفقة الدفع بتاعه قدام المحكمة تقرر المحكمة وقف الدعوة تحليل تعليقا لحين الفصل في الدعوة اللي هو قدم المستند بناء عليه المتدولة في محكمة اخرى فتوقف الدعوة تعليقا لحين الفصل فيها بعد زوال السبب وتم الفصل في الدعوة الاخرى بيجيب صورة رسمية من الحكم ويعمل صحيف التعجيل ويقدمها للجدول ومرفق بيها صورة الحكم ويقول ان السبب زال بتاع الوقف التعليقي يقدمها للجدول بيتقدر رسم صحيفة التعجيل زي بطريقة رفع الدعوة بالضبط ويتحدد فيه رقم القضية ويخش الجدول ليه دفع الرسم وبعدين يرجع الجدول الجدول يحدد له جلسة يرجع للباشكاتب او الامين الاول يختموا له ختم الناس ويطلع على قلم المحضرين وبعد يعلنوا للطرف الاخر وبعد ما يعلن بيستلمها عشان يقدمها للمحكمة في موعد الجلسة المحدد في الاعلام دي صحيفة بالنسبة لأي وقف صحيف التعجيل بالنسبة لأي وقت اللي يختلف بس في الصحيفة مسامة الوقف ويختلف فيها زوال سبب الوقف يعني سواء وقف جزائي ببنفس قرار المحكمة اللي هو قفت الدعوة عشانه وارح اعجل الدعوة اذا كان وقف تعليقي يبقى نفس الحكاية بجيب ما يفيد ان سبب التعليق انتهى وقدمه للمحكمة وحدد جلسة تاني لتعجيل الدعوة واذا كان وقف اتفاقي بقد ما يفيد انتهاء المدة المتفق عليها ويعجل الدعوة كل ده بخصوص الوقف وطبعا هناك بيحصل لبس ما بين الوقف وما بين الشض وما بين الانقطاع الوقف الخصومة حاجة وانقطاع الخصومة حاجة وشضب الدعوة حاجة كل دي حاجة الوحدة وان شاء الله حتى نتناول تجديد من الشض في كابسولة ونتناول انقطاع الخصومة في كابسولة وإلى اللقاء في كابسولة أخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة